المؤسسات الأوروبية المنشأة حديثاً محور دراسة من المفوضية الأوروبية تلحظ تناقصاً ملفتاً في ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الفردية الجديدة على المستوى الأوروبي العام ديرك لوكس مؤسس شركة خدمات طبية تحدث ليورو نيوز عن تجربته هناك ضرورة لتسهيل أعمال الشركات المنشأة حديثاً بواسطة تشريعات مبسطة تحد من الاستثناءات وتساهل العمل والتوظيف المفوض الأوروبي لشؤون العمل أنتونيو تاياني يسعى إلى تعميم تشجيع تأسيس الشركات منذ السنوات الدراسية سنعمل على أن يؤيد مشروع المفوضية الأوروبية من قبل كافة الدول الأعضاء وأن تخصص في السنوات التعليمية الأخيرة ساعات يدرس خلالها موضوع الأعمال الريادية وتأسيس الشركات والمؤسسات حول مشروع المفوضية الأوروبية لتسجيع إنشاء الشركات يورونيوز سألت بن بيترز من المكتب الأوروبي للأعمال وقد أبدأ أسفاً لأن المفوضية الأوروبية وضعت كل مقترحاتها في مشروع واحد يتجاوز برأيه التسجيع على إنشاء المؤسسات الجديدة والريادة في الأعمال من 45 إلى 37% تناقصت نسبة الراغبين بتأسيس أعمالهم الخاصة في الاتحاد الأوروبي